رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا إلى محاسبة كل من يتخابر مع جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار وبين أن تونس دولة ذات سيدة والسيدة فيها للشعب المخول وحده للاختيار الحر وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون الانتخاب بنص على تسكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مزكة من أي جهة أجنبية يقول فهذه ليست تسكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج هذا كان في كلمة رئيس الجمهورية خلال لقاءه بوزير الداخلية كاميل لفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدين والمدير العام آمر الحرس الوطني أحسين الغربي رئيس الجمهورية أيضا تناول بقصر الحكومة بالقصبة في لقاءه برئيس الحكومة أحمد الحشاني تناول سير العمل الحكومي بوجه عام وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص لأنها تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء وقدم رئيس الجمهورية مثل من بين عديد الأمثلة التي لا تشرف الشعب التونسي الذي طالب بالعدل والكرامة يتعلق بإحدى المؤسسات التي تتعامل مع إحدى شركات المناولة فهذه الشركة تتقذى مقابلا شهريا عن كل عقد مقداره 1410 دينار في حين أن الأجر الصافي الذي تقضاه عون التنظيف من هذه الشركة لا يتجاوز 570 دينار شهريا وفي هذا الإطار المتعلق بالتشغيل دعا رئيس الدولة قيس سعيد إلى وضع حد للعقود المحدودة في الزمن يقول في هذا الصنف من العقود لا يمكن المتعاقدين من حقوقهم بل لا آفقة على الإطلاق لمن يتم وضع حد لعقدهم كل ثلاثة أشهر ليتم تجديد بعض يوم أو يومين فكما أن لساحب المؤسسة الحق في الاستثمار من حق العمال أن يعملوا في ظل نظام قانوني يمكنوا لا من الأجر العادل فقط بل أيضا من الشعور بالإتمأن والاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية رئيس الجمهورية أيضا نحكي البرحة على الانتخابات الرئاسية فقال بأن دستور 25 جوليا 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وأنه ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي وأكد أنه لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي وأضاف أنه إن كان هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة هذا كان في استقباله لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في رقاء أحكي فيه عامة على تركيز المجالس المحلية والجهوية إثر انتخاب أعضاءها واللي مبثقت عنها مجالس جهوية في انتدار معناه بشي استكملوا بقية المسار انتخابة المجالس الأقاليم وبعده المجلس الوطني للجهة والأقاليم اللي بشي يمثل المجلس النبي الثاني على المستوى الوطني رئيس الدولة إذن يقول أنه الغاية من المجلس الثاني هذا هو تحقيق الاندماج داخل الدولة اللي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور يقول زادا هناك من يسعى بصفة مقصودة للخلط بين المجلس الجهوية اللي تم أحداثها والمجلس المحلية للتنمية اللي صارت عام 94 يقول هذين الصنفين من المجلس ما عندهم حتى علاقة بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم على سعيد آخر من يحكي على شروط الانتخابة الرئاسية كما جيت في الدستور الجديد وأنه ما تتعرضش مع القانون الانتخابي نوردين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال اليوم معقي بقتيتم أشغال الهيئة الإدارية الوطنية بالحمامات قال أن الهيئة اتخذت قرارا بمواصلة النذال وإقرار دينامي كيتو من أجل الضغط الإيجابي على السلطة لتحصين الحق النقابي وتحصين حقوق الشغالين وأعلن الطبوبي أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيكشف لاحقا عن جملة الخطوات النظالية المزمع تنفيذها وقال الطبوبي منذ 2 مارس وما سيلحقه من خطوات نظالية نعتبرها وسائل نتمنى أن تلتقطها السلطة فمن غير المقبول أن يعود الاتحاد ليطلب من السلطة الحق في الحوار الاجتماعي في القرن الواحد والعشرين وأثر سبعين عاما من تأسيسه حسب قول كما أعلن الطبوبي عن إحياء ذكر عيد العمال الموافق لغرة مي بعودة الاتحاد إلى مقر المركزي إثران تيل أشغال وإلقاء كلمة بالمناسبة تتبعها مسيرة وطنية لمنظوري الاتحاد وأعلن الطبوبي عن إتخاذ الهيئة الإدارية جملة من المواقف بخصوص الوضع العام في البلاد خاصة على مستوى الحقوق والحريات ستصدر في بيان رسمي فيما بعد والبيان الختامي للهيئة الإدارية اللي نعقدة اليوم صدر أو هناك بعض التسريبات من زي المصدرش ولكن هناك بعض التسريبات عليه إنه تضمن تسعة نقاط المجتمعين معناها تفقوا عليهم من ذلك إقرار الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصعودية للمطالبة أو لمطالبة السلطة بالعودة إلى الحوار وتطبيق الاتفاقية واحترام الحق النقابي كما عبرت الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضها لسياسات السلطة القائمة على التفرد بالرأي وضرب الحرية ومنها الحرية النقابية ودعاة الهيئة الإدارية السلطة إلى وقف التتبعات ضد النقابيين وفي مقدمتهم أسانكي لسودي وأنيس الكعبي وندت زاد الهيئة الإدارية بمواصلة السلطة سياسة الإنغلاق والتعنت ودعاة إلى مواصلة المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية وأكدت الهيئة الإدارية أن الاتحاد طلب بإنهاء كل أشكال التشغيل الهش من مناولة في القطاعين العام والخاص والحضائر وعقد إزداء الخدمات دعاة زادة لمراجعة مجلة الشغل سجلت زادة الهيئة الإدارية أنهيها للمقدرة الشرائية نتيجة نقص المواد الأساسية ورفع الدعم وتردي الخدمات الأساسية وتوجهت الهيئة الإدارية بتحية لكيف تشغلين والنقابين اللي هبوا للمشاركة في تحرك يوم 2 مارس إصلاح الدين السلميزة يقول أنه ملحقة النقابيين لتفرغهم النقابي هو سابقة في تاريخ تونس حسب تعبيره يقول أنه التفرغات النقابي هذه معناها اللي سير عليها الجدل الكبير برشا أنه تونس من المصادقين على اتفاقية دولية تنص على تسهيل العمل النقابي للمسؤول النقابي بالنظر إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي والوطني اللي يلعبوه